وتأكيداً على جهود مصر لإحلال السلام بالمنطقة أشار الرئيس السيسي إلى أنه تم الاتفاق خلال المباحثات على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال الشقيق كما استعرض الرئيس السيسي مقترحات تقديم هذا الدعم ثنائياً فضلاً عن الجهود الإقليمية والدولية في هذا الشأن لقد اتفقنا خلال المباحثاتنا اليوم على تقديم كافة أشكال الدعم للصومال الشقيق تحقيقاً لرئيس الفقامة الرئيس والأقل عزيز حسن شيخ محمود من أجل سعادة الأمن والأمان في الصومال بواسطة جيشه الوطني وقد تنولنا مقترحات عملية لتقديم هذا الدعم ثنائياً وبصورة مشتركة فضلاً عن دعم الجهود الإقليمية والدولية لحفظ وبناء السلام في الصمرة